شو الرسالة اللي احنا محتاجين انوصلها من خلال كلمات المسيح أنا هو الرسالة لو انت بتدور على الشبع والاكتفاء تعال للمسيح قل له حاولت أشبع حاولت أبقى عندي اكتفاء حاولت أشبع بالخطية ما نفاش حاولت أشبع حتى بعطياك حتى بزوجة حتى بأولاد حتى بعربية حتى ببيت حتى بشغل كويس بس أنا مش شبعان قل له أنا بجيلك النهار ده عشان تكون انت شبعي اقول له اني أنا حاسس اني حياتي فيها ظلمة قلبي مظلم أنا النهار ده بجيلك علشان تنور حياتي أنا النهار ده عايز أحصل على الخلاص حاولت أحصل على الخلاص عن طريق أمور كثيرة ما نفاش والنهار ده سمعت وانا مصدق كلامك انك انت المدخل او المصدر للخلاص واشكرك لانك زبحت من اجلي على الصليب وانا بقبل موتك انا ميت زي العازم خلينا نطبق الكلام عمليا كلام مش ايات تحفظ انا ميت وعامل زي العازر انت انت في قبر الخطيئة نادي علي وقول لي لعازر حلما خارجا عايز الصالح مع الاب واللي صالح مع الاب هو انت الوسيط الوحيد وعايز ابقى موسمر فلو سمحت انا تقبل اني انا اكون غصن فيك بكل السرور الرب يقبل يعني خلينا نطبق الكلام خلينا نسمع ونطبق في حياتنا ونتجاوب مع المسيح في صلاة سواء حاليا او بعد بالمرنامج يخلص حاليا اذا امكن يعني تقود بصلاة اخباسا امين امين تفضل قل Lou معي يا رب يسوع يا رب يسوع انا بشكرك انا بشكرك لانك مصدر لكل امر صالح في حياتنا لانك مصدر كل شيء صالح في حياتنا وانا النهاردة يا رب راجع ليك بتوبة حقيقية وانا النهاردة راجع ليك بتوبة حقيقية عشان تكون أنت الشبع الحقيقي يا رب عشان تكون أنت الشبع الحقيقي يا رب عشان أستطيع أن أدوس خرنوب الخنزير عشان أدوس خرنوب الخنزير حياتي مظلمة يا رب حياتي مظلمة يا رب وأنا بدعوك عشان تنور حياتي أنا بدعوك عشان تنور حياتي يا رب عايز أدخل من خلالك لنعمة الخلاص عايز أدخل من خلالك لنعمة الخلاص الدين الخلاص المجاني بالدين الخلاص المجاني بشكرك يا رب لأنك زبحت من أجلي على الصليب كنت الراعي الوحيد اللي بذل نفسه من أجل الخراف يا رب يسوع من خلالك أنا بتصالح الآن مع الآب ومن خلالك يا رب تديني القيامة والحياة من خلالك تديني القيامة والحياة أشتاق يا رب أن أكون غصن مصمر اقبلني كغصن فيك أنت الكرمة الحقيقية اللهم ارحمني أنا الخاطئ اغسلني بدم الصليب آمين اشتركوا في القناة